على كمان مروان محسن مروان محسن أنه يقدر في وسط الانتقادات دي كلها أنه يقدر يفوق تاني ويرجع ويقدم أداء مميز وأنه الناس يرجع تشيد بيه وجمهور يرجع يشيد بيه فدي حاجة كبيرة قوي لازم ندي فييلر حقه ولازم نقول أن فييلر الحقيقة زي ما كان مقدم مستوى خيالي قبل فترة التوقف لأنه هو كمان قدر أنه بعد التوقف يقدم ماتشاط كويسة قدر أنه يفوز بموريات كانت صعبة وده لأن الراجل ده فعلا بالرغم من الانتقادات اللي كانت ليه أول ما جيه الأهلي ومين اللي ممكن يمسك الأهلي هو السيفي بتاعه مش قوي وكده لأنه الحقيقة كان فارق جدا وأثبت في وقت صغير قوي المدرب الجديد اللي يقدر يكسب ثقة اللاعبين وجمهور الأهلي في وقت صغير ده يبقى عمل حاجة عظيمة لأنه جمهور الأهلي الحقيقة جمهور واعي جدا ومثقف جدا وفهم كرة قوي فأنه هو يكسب ثقة الجمهور ده في وقت صغير ده حاجة الحقيقة كبيرة جدا بالنسبة للفايرل أما بقى أكتر حد ممكن أبقى عايزة وجهه الشكر فالحقيقة هو جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي يمكن اللي عمله من دعم ومساند الفريق وده مش جديد عليه يعني ده هو معروف قد إيه جمهور الأهلي هو الداعم الأكبر ولكن في فترة من الفترات كان جمهور الأهلي واقف قوي جنب الفريق في وقته وكان واعي قوي لأنه بيحصل فعلا حملات ممنهجة على النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والحقيقة أنه وقتها الجمهور قدر أنه يرد بشكل أو بآخر قدر أنه يساند الفريق ويثبت أنه هو الحامي الأكبر للنادي الأهلي واللعيبة النادي الأهلي الدعم الأكبر ليهم والجهاز الفني كمان يمكن ناس كتير قوي من الأهلوية بيقولوا أنه فرحة الدوري عادية بقى تعودنا عليها 42 مرة وبلل 100 إن شاء الله والمرة الخمسة على التوالي لكن الحقيقة أنا بشوف أنه الفرحة السنادي أو الموسم ده مختلفة شوية لأنه اللعيبة ومجلس الإدارة والجهاز الفني والجمهور كله يتعاهد على أنه الدوري السنادي إهداء لللاعب العظيم مؤمن زكريا والحقيقة بنتمنى له كل الشفاء وأنه هو يرجع يا رب بألف سلامة وينور الملعب سواء كانت الصورة دي لما كانوا فعلا بيحتفلوا على طريقته في الملعب وحسسون أن مؤمن زكريا معاهم أو فعلا أنه هم يوعدوا أن الدوري ده إهداء لمؤمن زكريا ويوفوا بالوعد فالحقيقة أنا شايفة أن دي فرحة مختلفة تماما للدوري السنادي الحقيقة إنجاز عظيم للنادي الأهل يمكن قامت عودين عليه ولكن يمكن الظروف كانت مخلية تحدي كبير شوية ولكن ما فيش حاجة أبدا كبيرة على النادي الأهل نتكلم باستفادة عن الإنجاز العظيم ده طبعا معضفنا كابتن أحمد كشري المدير الفني لأسوان وطبعا يعني واحد من ولاد النادي الأهل نتكلم معاه في كلام كتير قوي لكن قبل ما نطلع فاصل لازم نتكلم على حاجة مهمة جدا وهي إن الأهل مشكورة بس مشكورة قدم بس